إلى موضوع آخر الآن أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشده على صفحته الرسمي على الفيسبوك أعلنت عن تسجيل هذا من خمسين حالة عفو للأضحي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بعد تلقيهم شكاوي من عدد من المواطنين من ولاية مختلفة من الوطن مرفوقة بصورها اللحوم التي تغير لونها إلى الأخضر وبالتاريخ المشارع إليه من خلال الصور التي نشرتها منظمة حماية المستهلك على صفحتها الرسمية على الفيسبوك للحديث عن الموضوع يلتحق بنا الأستاذ حبيب مروان حاج بكوش عضو بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده أستاذ حاج بكوش أهلا بك أعيد وأذكر بأن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده كانت قد أعلنت على صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن تسجيل أزاد من خمسين حالة عفو للأضحي خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وهذا بعد تلقيها شكاوي من عدد المواطنين من ولاية مختلفة من الوطن مرفوقة بصور اللحوم التي تغير لونها إلى الأخضر وبالتاريخ المشارع إليه من خلال الصور التي نشرتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على صفحتها الرسمية على الفيسبوك لمزيد من التفاصيل يلتحق بنا الأستاذ حبيب مروان حاج بكوش عضو بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك أستاذ حاج بكوش أهلا بك ماذا الخير ما سوك سعيد وعيدك مبارك تابعنا على صفحتكم الرسمية على الفيسبوك قمتم بنشر صور للحوم أضحي تغير لونها خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى هذه الصور التي استقبلتموها من قبل المستهلكين الجزائريين لأضحيهم هل كانت وضح لنا بالتفاصيل عن القضية أعيد السؤال نشرتم على صفحتكم الرسمية على الفيسبوك صور للحوم أضحي هذه الصور التي أرسلت إليكم من قبل عدد من المستهلكين الجزائريين لهذه اللحوم التي تغير لونها إلى الأخضر ما يعيد للأذهان ما حدث سنة الماضية وقبل الماضية خاصة قبل الماضية من تعفن الأضحي هل كانت توضح لنا وتفصل لنا حول ما حدث هذه السنة؟ نعم أول شيء سحاعدكم كل عام أنتم بخير وشكرا على هذه الإضافة في بلاتون نهر جيلي فيما يتعلق بالأضحي هذه السنة فيما يتعلق بموضوع تعفن لحم للأضحية هذه السنة كان شيء متوقع من قبلنا يعني إحنا كنا نتوقع حدوث ذلك وذلك وإحنا الأسباب هذه كنا تكلمنا عليها من قبل يعني التوقع كان أن يكون فيه تعفن هذه الأضحي ولكن ما لاحظناه نوعا ما هو أنه بالمقارنة مع السنوات الثابتة أنه فيه انخفاض لهذه الظاهرة إحنا قلنا أنه سبب تعفن هذه الأضحي هو أولا ارتفاع درجة الحرارة يعني كان فيها احتياطات لابد من أخذها من قبل المستهلك لهذه الأضحية ولكن كنا قلنا أن السبب الأصلي والرئيسي لهذه الظاهرة هو نقاط البيع الغير المقننة لا يخفى عليك أنه مثلا في الجزائر العاصمة ما تم برمجة أو وضع 128 نقطة بيع مقننة ولكن بالمقابل عدد نقاط البيع الغير المقننة كان يفوق هذا العدد يعني النقاط البيع المقننة حينما لاحظناه أن هذه الظاهرات كررت كثيرا في الجهة الشرقية للوطن يعني في قسنطينة وفي بعض المدن التي تدور حواليها وبالتالي قمنا بإحصائيات ووجدنا أنه فيه انخفاض نوعا ما إلا أنه ويا للأسف يعني كان فيها الظاهران بقية موجودة هذه الظاهرات لكن الحمد لله الأسد حاج بكوش مقارنة بصناوات الماضية يعني حوالي 50 أو حتى تصل إلى 100 حالة لكن مقارنة بعدد الأضاحي وهي حوالي 3 مليون أضحية خلال هذه السنة يعني كما قلت النسبة ضعيفة ومنخفضة جدا أريد فقط كسؤال أخير إن سمحت أستاذ حاج بكوش كذلك ربما من الأشكاو التي تلقتها منظماتكم عندما نتحدث عن انقطاع مياه الشرب في الحنفيات في عدد من ولاية الوطن نعم انقطاع مياه الشرب وكذلك حتى الكهرباء يعني تم قضع الكهرباء وما لاحظناه هو أنه استمرت هذه الظاهرات إلى يومنا هذا يعني كان يقال من قبل المصالح المعنية أنه الانقطاع ربما سيكون فقط خلال فترة العيد نظراً للإسراف في استعمال المياه في الحنفيات يعني من قبل المستهلسين إلا أنه ما نلاحظه هو أنه ستستمر هذه الظاهرات اليوم إلى يومنا هذا مش حابة نقول أنه من قبل السلطات كان فيه تصدي لهذه الظاهر سواء كان بالنسبة لتعفن أضاحي أو فيما يتعلق كذلك بالمياه الحنفيات يعني بوجود المياه وكذلك بالكهرباء إلا أنه فيه نقائص لا بد من تداركها خاصة فيما يتعلق بالمياه لأنه عنصر ضروري لأنه ما لاحظناه هو التعفن هنا ما نحن نتكلم عن اللحوم وإنما التعفن للقمامات في مختلف البلديات وعندنا شكاوي كثيرة في هذا الموضوع ذلك راجع إلى انقطاع المياه يعني أصبح المسالك لا يمكنه حتى أن ينظف حيه أو حتى بيته يعني هذا ما أدى إلى التعفن وظهور هذه الروائح الكريهة جدا شكرا جزيلا لك الأستاذ حبيب مروان حجب كوش عوض بالمنظمة الوطنية لحماية المسالك وانتضيفي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك